كن في طريق العلم دوما يا أخي فالعلم شيء رائع به نرتقي كن دائما ذو همة واسعى إليه قل إن طلاب العلم ضرب ومسلكين دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي وعلن لهذا الكون أن العلم نور وأنه هو منهجي أن العلم نور وأنه هو منهجي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرحب بأحبة في الله وأخوات الخضيات في هذا الدرس الجديد من دروس شرح باب الوقف والابتداء من المقدمة الجزرية وهذا الدرس خصصته للحديث عن الوقف القبيح نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذه الوقوفات القبيحة والتي كثرت في هذا الزمان للانشغال عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم إعطاء الوقف والابتداء العناية الخاصة به أيها الأحبة لقد كان الصحابة يتعلمون الوقف والابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم نحن القرآن اليوم ولا نهتم كثيرا بالوقف والابتداء لقد كانوا يهتمون به غاية الاهتمام كما في أثر عبد الله بن عمر والذي سبق أن شرحته لكم وذكرته لكم وفيه قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن فالإيمان أيها الأحبة هو الأساس وينبغي أن نعتني به لأن القلب إذا كان نظيفا طاهرا مؤمنا فإنه يستقبل القرآن وينتفع به فالأرض الطيبة المباركة التي تنتفع بالماء وتخرج النبات الطيب بإذن الله عز وجل قال ولقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما يوقف عنده منها وهذا هو الشاهد وما يوقف عنده منها فعلينا أن نتعلم هذا الوقف والابتداء حتى لا نقف هذه الوقفات الشاذة والوقفات القبيحة والتي سأذكرها لكم اليوم أيها الأحبة أهدافي هي التي ترونها على الشاشة وهي الإجابة عن هذه الأسئلة فما السؤال الأول؟ السؤال الأول أمامكم ماذا قال ابن الجزري رحمه الله في الوقف القبيح والسؤال الثاني ما تعريف الوقف القبيح والسؤال الثالث ما علامته في المصحف والسؤال الرابع ما حكم الوقف القبيح وما حكم البدء بعده والسؤال الخامس لماذا سمي بهذا الاسم أي لماذا سمي الوقف القبيح بهذا الاسم والسؤال السادس والأخير ما الوقف الشاذ وما حكمه وما الفرق بينه وبين الوقف القبيح فأعيرون القلوب والأسماع والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد دليل الوقف القبيح هو قول ابن الجزري رحمه الله وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله قوله وغير ما تم قبيح غير مرفوعة على الابتداء فأين خبره خبره قبيح وغير ما تم قبيح وهنا يقول وغير ما تم لفظا ولا شك معنا فهذا هو القبيح أي الوقف على كلام لا يؤدي معنا صحيحا هذا الكلام لا يؤدي معنا صحيحا لتعلقه بما بعده لفظا ومعنا فهذا الوقف قبيح قال وله يوقف مضطرا أي ويصح الوقف فقط في حالة الضرورة لا غير قال ويبدى قبله أي ولا تبدأ بما وقفت عليه لقبحه ولأنه يغير المعاني وأخلط بعضها ببعض فتقف مضطرا فقط لضرورة ضرورة نفس ضرورة خوف ضرورة عطاس سعال غير ذلك من الضرورات فتقف ولكن لا تبدأ لا تبدأ بما بعد ما وقفت عليه بل عليك أن تعود بحسب ما يستقيم لك المعنى لا اشترت كلمة بل قد تعود إلى بداية الآية بحسب ما يستقيم لك المعنى تعريفه هو الوقف على كلام لا يؤدي معنا صحيحا لشدة تعلقه بما بعده معنا ولفظا وهنا نؤكد يا إخواني أن هناك متلازمات لغوية الفصل بين المتلازمات يؤدي إلى القبح مثال الجملة الفعلية مما تتكون والفعل وفاعل وإذا كان الفعل متعديا نحتاج إلى مفعول به حكمه أيها الأحبة عدم جواز الوقف عليه ولا لابتداء بما بعده فلا يصح لا الوقف ولا الابتداء وإنما للضرورة فقط لا غير وللضرورة أحكام ما علامته؟ أقول يا شيخ أنا أعرفها هي لا علامة لا وهي الموجودة في أغلب المصاحف إلا أن مصحف المدينة النبوية قد تخففوا في النسخة الأخيرة من وضع علامة لا فصارت قليلة جدا وذلك اعتمادا على ذكاء وفطنة القارئ إلا أني مع بقائها حتى تنبه حتى تنبه القارئة وحتى تنبه القارئة إلى بعض المواضع المهمة إلى بعض المواضع المهمة والتي تحتاج منا إلى تركيز أيها الأحبة الوقف القبيح له صور ومن ذلك الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى إذن الصورة الأولى الصورة الأولى أنت ستقف على كلام هذا الكلام لا يفهم منه معنى أصلا تقف على كلام غير مفهوم لماذا؟ لشدة التعلق بين ما ستقف عليه وما بعده مثال ذلك عندما نقف على الكلمات المنولة التي ستراها أمامك على الشاشة وكذلك أيها الأخت الكريمة عندما تقفين على هذه الكلمات فإن هذا الوقف لا يؤدي معنى ولذلك فهو أحسنت طبيع بسم الله تقول يا شيخ أنت وضعت على بسم أقول لك أحسنت بسم لا يفهمت شيئا الوقف قبيح هذا كلام لا يفهم منه شيء هناك تعلق شديد بما بعده الحمد قبيح رب أيضا لكن يا شيخ الحمد قبيح أنا آسف أنا ما أقصد هذا أن الحمد قبيح لا يا أخوان إنما أقصد الوقف عليها جعلتني يعني أخذت هذه علي بارك الله فيك لكن أنا أشكر لكم يعني ينبغي أن نعتني بهذه الألفاظ وما قصدت هذا وأيضا الوقف على رب في الآية الثانية أيضا هذا الوقف قبيح كذلك الوقف على مالك والوقف على إياك والوقف على صراط أيها الأحبة هناك متلازمات لغوية من يذكر لي شيئين متلازمين في اللغة؟ الفعل والفاعل أحسنت الفعل والفعل والمفعول رائع الحال وصاحب الحال رائع عرف الجر والاسم المجرور المضاف والمضاف إليه أراكم قد سخنتم أراكم قد تفاعلتم ما شاء الله نعيد من يذكر لي شيئا من المتلازمات اللغوية أقول لماذا؟ أقول لك فأنك عندما تقطع بين شيئين متلازمين فقد قابح وقفك وقبح ابتدائك مثال القطع أو الفاصل بين الفعل والفاعل أو بين الفعل والفاعل والمفعول أو بين الحال وصاحب الحال أو بين الأسليب المختلفة أو بين الأسليب المختلفة كأسلوب الاستثناء والذين يقفون على إلا الذين يبدأون بإلا ليتقوا الله عز وجل لا يصح لا الوقف على إلا ولا البدء بها إلا إذا كانت في بداية آية أو يكون الاستثناء منقطعا وهذا قليل وهناك بضعة وخمسون موضعا في آي القرآن من بدأت بإلا وهذا لا بأس أن تبدأ به من يذكر لي مثال آخر يقول يا شيخ الحال وصحب الحال المبتدأ الخبر وهذا في غاية الأهمية ونحن نسيناه تقول كذلك حرف الجار والاسف المجرور تقول كذلك المضاف والمضاف إليه الخلاصة ما هي يقولوها أنتم عندما نصل بين المتلازمات اللغوية فالوقف على المتلازم الأول قبيح والبدء بعده أيضا قبيح الصورة الثانية الوقف على كلام يوهم معنا غير ما أراده الله تعالى كمن يقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى فيجعل الموتى يسمعون وهذا وهذا يعطيك معنا صح ولكنه معنا لم يرده الله عز وجل ما أراده الله عز وجل وكذلك من يقفون على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هل هذا أراده الله؟ ومعنى مفهوم لكن ما أراده الله عز وجل وإنما أراد وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون وكان هذا في بداية التشريع وقد نسخت هذه الآية وحرمت الخمر تحريما باتا بما نهان الله عز وجل عنه في سورة المائدة كذلك هذه الوقفات المضحكة كمن يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف لاحظتم؟ لقد جعل النفس بالنفس وجعل العين بالعين والأنف يا رجل العين بعين والأنف مرة واحدة؟ طيب والأنف بالأنف والأذن وجعل الأنف بأنف وأذن وهذا ظلم وهذا ظلم أراكم قد فهمتم عندي كذلك صورة الوقف على كلمتهم معنى لا يلق بالله سبحانه وتعالى أو يفهم منه معنى يخالف العقيدة وهنا ينبغي العناية غاية العناية بهذا الأمر وهنا أمثلة أنا والله يعني ما أحب أن أذكرها كمن يقف على كلمة يستحي بهذه الآية ولن أقف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أيها الأحبة عندنا الصورة الرابعة والأخيرة وهي ما يسمى بالوقف الشاذ فما هو الوقف الشاذ؟ الوقف الشاذ هو ما يتكلفه بعض القراء من الوقوف الشاذة التي لا تجوز لإيهام خلاف المعنى المراد بقصد الإغراب على السامعين أيها الأحبة في الله من ذلك من يتعمدون أن يقفون على قول ربنا تبارك وتعالى وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتْ هذا وقف شاذ متعمد لأن هذا الوقف يوحي أن غير الله أن غير الله يملك المغفرة والرحمة لكن أنا أريد مغفرة الله بالله عليك المعدد ينفع لا أصلح يا أخي الكريم لا أصلح لا يملك المغفرة إلا الله فتقول وتبدأ أنت مولانا مبتدأ وخبره ولا تبدأ وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مثال آخر وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا والله لو قلت له هذا كان دبحه إنما قالت ما قاله الله قرة عين لي ولك لا تقتلوا ويقول يا شيخ لا ويقف مرة لا ومرة يبدأ لا تقتلوا نضرب عصرين بحجر يبقى الشغل تمام غير صحيح يا إخواني كذلك مثلا عندما نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي وبعضهم يقف تمشي على استحياء ويبدأ على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك يقول أنا انضربت عصرين بحجر فجعلت مرة على استحياء تصلح مع المشة ومرة تصلح مع قالت هذا الكلام لا يصح لأنه معروف في اللغة أن الجر والمجر إما أن يتعلق بما قبله أو بما بعده فلا يصلح مرة أن يكون مبتدأ ومرة خبر مرة أن تجعله متعلق بما قبله أو بما بعده يعني مثال مثلا المبتدأ والخبر في سورة الحاشر في قول ربنا سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الله أكبر على هذا الإبداع هذا غير صحيح من قال لك هذا؟ من قال أن هذا إبداع؟ هذه مخالفة هذا ابتداء شاذ كما فيه وقوف شاذة هذا ابتداء شاذ يا أخي الكريم لأنك وقفت على هو الرحمن الرحيم هذه لها إعراب وبدأت الرحمن الرحيم هو الله جعلتها جعلت لها إعرابا آخر هذا لا يصح يتق الله هؤلاء لو جعلت أسرد لكم هذه الأمثلة فإنها أمثلة كثيرة والبعض ي س Rogers يتفنن في هذا Jhозд حتى يغرب حتى يغرب في البدء ،وى يغرب في الوقف أسأل الله أن يرزقن أو إياكم الإخلاص والصدق وأن نُعامل القرآن كما ينبغي وأن نحبه كما أحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نقف ما كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نتكلف أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن نعظم كلام الله سبحانه وتعالى كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن دائما ذو همة واسعى إليه قل إن طلاب العلم ضرب ومسلكين دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي وعلن لهذا الكون أن العلم نوم وأنه هو منهجي أن العلم نوم وأنه هو منهجي